كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة خارج اطار الزواج تعد او لا تكون جريمة الفساد. ويعاقب عليها بالحفظ من سنة من شهر الى سنة. متابعي قناة حكاية سلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غادي يكون خاص بالغاء الفصل اربعمائة وتسعين من قانون الجناء المغربي. اللي كيتكلم على العلاقة الجنسية ما بين الرجل المرأة خارج اطار الزواج. كيف نتكر في بزاف الفيديو وانا كنحطر المغاربة خصوصا لبناء من هذك الحركات النسوية العلمانية او لا بين قوصين الفيميناس. ودائما نقول ان الهدف الواحيد ديالهم مش هو الحرية ديال المرأة او لحقوق المرأة او لحقوق الطفل بصيفة عامة. لكن الهدف الواحيد ديالهم هو اه يخلقوا لنا واحد المرأة مغربية عاهرة. بالمفهوم الحديث. يعني عاهرة مضيغة. وهذه الكلمة. اللي هي خاصة بقناة حكاية. فانا اذكرتها في كتر من فيديو. وبصراحة بزاف اللي بناش كيتفعلوا معي في التعاليق بطريقة ايجابية مش سلبية. وكيت يعني بحل اللي قلتي كيتفهموا الامر. وعارفين ان اه كنحاول نجبدل يام غير المصلحة ديالهم. بون. اللي شفنا في القانون الجنائي. اه في الفصل اربعمائة وتسعين من القانون الجنائي المغربي فهو كيقول لك اه كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة خارج اطار الزواج تعد او لا تكون جريمة الفساد. ويعاقب عليها بالحبس من سنة اه من شهر الى سنة. يعني اي علاقة جنسية بين رجل امرأة. وخشكون بطريقة ارادية يعني مش اغتصاب اه اه يعني هي بخاطرها هو بخاطر. فهي كتعتبر جريمة دي الفساد وكيتعاقب عليها مشهر لسانة واحدة. هنا كينوضوا هذو كل الجمعيات النسائية للهدف الوحيد ديالهم هو يخرجوا ابنات الناس. على اه على الدين ديالهم يدخلوهم معهم من جهنم لانهم مداجة ضامنين جهنم وحياتهم خاصرة بون. كيبغيو انهم يجروا معهم اكبر عادة. يقول لك يعني اي علاقة جنسية يعني ما حد ذلك العلاقة جنسية غتكون هي رضائية. ما فيهاش واحد يعني مش الراجل غادي يغتص بالمرأة او لغيها بشي حاجة. وهي كذلك مش غادي شبزز عليه او لا غتستدرجه. او لا غتدي لي واحد الاثارة وغدي يمشي تابعة. يعني بمحد ذلك الشي رضائي هو مستور وكذا وكذا. فما كلا شد اه متخلفة. واغلبهم هم الدول الاوروبية. يعني اي علاقة جنسية راح نحن كنعرفه. اصوات في امريكا او لا في كنادا او لا في دول اوروبية. فالعلاقة جنسية بين الرجل هم رابطة طريقة رضائية فهي شيء عادي. والاعلام ديالهم هو كيزيد. كيدير واحد الاشهار. هاتشي كنتشوفوا هاتشي في الافلام ديالهم. بل في الافلام الالماني. او انا كنت حدق اي واحد. ديالي شارجي في فيلم الماني. وده اول حاجة غادي بنكشير له هي الجنسية المثلية. او لبيدوفيليا. دائما هاتشي تلقى. ذكر مع ذكر. او لا. انثى مع انثى. او لا اه واحد اللي كنتسمى بالجروب ساكس يعني كي يكون قديم خلطة دوكور ايناس وكي تبادلوا فيما بيناتهم. او لكي تلقى لبيدوفيليا. يعني مرة مع اول صغير قدري يكون ولد اخوها اول اخوها او اول رجل مع بنت صغيرة. هدف جميع الافلام خاصة في الافلام الالمانية وكي يحاول يبينو ان هذا الشرع عادي. كذلك يكون في العاب الفيديو يعني في الفيديو جيمز. بالتالي اذا لم كنتش كتراقب ولادك او لم كنتش كتراقب ببناتك. من شنو الفيديوهات اللي كيتفرجوا فيهم. شنو الالعاب اللي كيلعبوهم. فكن على يقين انه من هنا الواحد العشرين عام بدي نشوفوا واحد الجيل. اللي كامل غادي يطلع اه مثل الجنس. وبناش غادي يكون عندنا سيحاق هيش. اذا اه كخلاصة علش هاد الحركات النسائية ولا هاد الفيمينيس او هاد العلمانيش بين قوسين. اولا العلمانيين راموا مخلطين ذكروا اي ناس. علش هما كيطالبوا بإلغاء هذا الفصل ربعمية وتسعين. يعني ببساطة فهو الفصل اه ما كيعطي مش ديك الحرية كيف ما كمشي وكي يلقاهها في الصيف مشال مش كيصافروا للدول الاوروبية فهما كيدروا اللي يبعوا الفضائح. ومن كيجون المغرب هنا ركي تكون قضية مزيرة ونشوفوا بزاف دي البرلمانيين بزاف دي الوزراء. اه دي الناس مسؤولين فهما كيتتابعوا بآ جرائم جنسية. وكي اللي تحموا حد كيخرج على الخدمة دي هالو. اولا كيتفضح. تاني حاجة هو لاشفنا هاد جمعيات النسائية مناش كي تكونوا. دائما كي تكونوا من عائلات اولا من النساء الكبار في اللاج. هذه النقطة الاولى. تاني حاجة ما كيكونوا شبنات الناس. كيكونوا فاصيقات. تالت حاجة كيكونوا علمانية. يعني كيحاولوا فرق الدين على الدولة. بمعنى اخر فهما ملحيدات. ما كي امنوا لاب الاله. لاب محمد رسول الله صلى الله وسلم. لا بعيسى ولا بموسى ولا بادم ولا بنوح. كي امنوا بحاجة واحدة كي امنوا بحاجة واحدة هي الحرية الجنسية والبن تلبس لها بغاية وتمشي في مما بغاية وتدخل وقت مما بغاية. اذا انا اعطيكم غير واحد لميشة. فاش كتجيب ما كتكون كتقرة. وانت واحد المادة ما كتحمل هاش. مثلا الماط ما كتدخلش له. كتدخل كتجيب صيفرة في الفورض صافة وكحلتها مع ديك الاسساء ما كيش بغي تدخل عنده. وش غير هكاك ما كتبقاش تدخل. لا. بالغارزة ديالك اول حاجة كتدخل هي كتقولها الصاحبك. كتقول لي عبشي شنو بلا مقاون دخلو عندك البروف. يعني كي كنت ولد ولا بنت دائما لو كنتي شي حاجة انت ما باغيش تدخلها. ما كتقدرش تدخلها بوحدك. كتحاول تجر معك لماكسيموم ديال الاصدقاء ديالك وديال الناس اللي كتعرفوا ديال الموحيط ديالك. يعني ما حدك انت ما دخلتش عن ديالك البروف ديال الماط. ما كرهتيش ان القسم كامل ما يدخلش. هدا هو الشيء اللي كيدروا هاد الحركات النسائية هاد الفيمينيس. هما حياتهم سهلات. كتلقاء وحدة عندها ستين سبعين عام. يعني ما غادش بقاش تزوج. حتى لو تزوجت ما بقاش انها تولد يعني فاتت تكسين ديال اليأس. صافي يضربها دران. واصلا ما اللي غايتزوج بيها. تريد حاجة هي عارفها راسها ملحيدة. وشركات بالله هم وصعيب عليها ترجع لديك الطريق ديال لان الشيطان سوف يزيل لها الطريق ديالها. وعارفها راسها داخل الجهنة. اذا شنو كتبير? كتحول تجرب معها المعكسيموم ديال اللي بنعت. وما كيجروش اي بنت. هما هدوك الجمعية النسائية شكو اللي كيستقبلوا. كيستقبلوا غير هدوك البنات اللي كتلقاهم ابنة المناطق الجبلية او لشي واحدة مسكينة بنت دارهم زوجة وهذه. كيقولوا لا. يا لا قاسك راج لك ولا دار لك هذي 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 اجي عدنا الجمعية. احنا غدين ندوره على سبعنا. غدين نشوفه في الزيت. غدين نقليه في مقلاء. غدين نصيف طويل ديال الحبس غنديروليه. في حين اللي جاش عندهم مش وحدة المثقفة وقارية. وحتى هي في حالهم مثلا. مش مثقفة يعني شي واحدة تكون حتى هي علمانية وجدت هذيك الجمعية فهي مغي يعونوهاش. لماذا? لان هذيك دايش ضامنة جهنم حتى هي. وما عندهم ما يدربة وما خصم يجروا هذيك البنات اللي انقيين. هذيك البنات اللي عارفين بينهم وبين الله. وعارفين الدين الحاني في ديارهم. كي حاولوا جروا هذيك الطابقة باش كي يخسروا الشعب. كنت تذكروا واحد المرة كان في احد البرنامج دير مباشرة معكم. هذي الجمعيات النسائية بدوك يطالبوا بالمساواة حتى في الارث. وبدأك يقول لك اه ان الاله ولله عز وجل فهو اله ظالم. وعلش الراجل كي يوردش الضغب لديل المرأة وعلش المرأة ما عندش الحق في الورد في هذه الحالة وفي هذه الحالة وفي هذه الحالة. ونحن نطالبوا بالمساواة بين الرجل والمرأة في قضايا الارث. كان واحد شيخ تموه جاوبها اه مش اعطاها جاوب على شكل سؤال. مو انترا كان وقع ربما في الفين تسعود لدينا كان حوالين تذكر. قل لي هل انتي اعلاموا من الله? هل انتي اعلاموا من الله? يعني ما حد الله اعطى هذيك الحكمة دير ان اللي الذكر يمثله حظي الانثيين. يعني راه هو الله اعلم بشي حاجة اللي احنا ما عارفين اش. يعني حتى لو جينا نحلو في هذه الحالة ما غداش ننصوش لشي حالة. الله في الاخر هو ما حده اعطاه هذيك الآية بحلاكك ودير هذي الحكم دياله فهو اعلم منا. وعارف شنو كيدير. يعني ما غداش يحشش شي واحد يجيب قي يتحطى الله ويقول ويجب يصحح لي واحد العملية حسابية وظن انه غالط. اذا هذا بينهم بين الدين غير الخير والاحسان. بل هم راهم فاهمين في الدين ولكن ما امنينش بدكش وبغني يجروا معهم اكبر طبقة. اذا كخلاصة هاد الفيديو غد يكون كنصيحة لابنات لان الولاد مهم. اه الولاد بالنسبة لهم من الفرجة ولكن ما فيش شي نصيحة لابنات. نصيحة لابنات بعده على شي حاجة اسميتها. شي حاجة اسميتها العلمانية. يلا بغيتوا تعرفوا هاد النوع راهم كيبانوا في الصور كيديروا واحد الفولار وكيخليوا هذيك القصيصة خارجة من هنا او كيبكتها يلابسك والسلم وبغي يدير شي حاجة يسميه تذكير الاناث. راداش عليها في حد الفيديو للتذكير او لنسوانة الزكور وتأنيث الاناث. فهم كيحاولوا ان الانثى يردو هذا ذكر. والذكر انه يردوه انثى. ذلك بعده ثم بعده ثم بعده من هذي النوع هادو. راهم ضامنين جهنم. وحياتهم خاصرة. ما بقوا ما غدي تزوجوا ما غدي ولدوا ما غدي روح حتى شي حاجة بحياتهم. هذا يكون سخطني يطلع عليهم هم فروصهم. وفاش كتشون فكنتي دير الفولار. وكتصلي او لما كتصليش غير داخل قراسك من اللافاك للمدرسة من المدرسة اللافاك. او لحسايا لو كنتي كتدير شي حاجة يعني عندك غير شي علاقة حميمية مع شي صاحبك. يعني ما بينتكم شي حاجة كبيرة فهي كتحزتك على هذك شي. كتحزتك اول حاجة على اللاج ديالك. على الدين ديالك. على آآ الصور ديالك. كتحزتك على آآ العذرية ديالك. وكتحزتك على الدين ديالك. وعلى اهم حاجة هو انك ما زالت قدري تولدي وتكوني واحد لأسرة وتربيها بيديك. هي ما عندها حساسي حاجة من هذ شي. هذيك اللي عندها خمسين وستين عامة تقولك اجي عدنا الجمعية ونعاونوك ونقفو معاك. ونكريوليك. ولولدتي من الزنق اجي احنا نربيوه ليك. ونبشون المحكمة ونحطه على اسميتك. او حطي شي لتك عشي واحد نلص اوه فيه وتر اسميته. فهي فقط حاسدك. هي لو رجعت للاج ديالك. اخر حاجة غديرها هي هذيك شي اللي كتقول لك هي. لذلك دائما تفكر هذي المثال. فاش كتجير صيفر في الماط. كيطلع عليك الدم. لكن فاش كتصول صاحبك. كتقول لي ش حاجة جبشي. كيقول لك جبت صيفر. كاش فرحك تقول لي ويلي. كان جبت صيفر صاحبك. وصافك وش هذيك صيفر لي كيكون مقلقك. كيبدأ يبقى لك شي حاجة زوينك. ما حد نقوله الحبس معها. صحاب. نزاهة. يعني هذيك السيدة رها داخل الحبس. وكين خاصة هالنزاهة. خاصة ليون نسا في ذلك السجن. خاصة ليون نسا في ذلك الجاحيم اللي غد تخليه. آآ في الاخرة. هي كتحاول تجر معها. البنات اللي هما البنات المغربية للحراج ابناء للناس. وهذو كل اللي كتلقاشي واحدة كبيرة في اللاج. ويجبت تقول لها جاعدنا الجمعية. هذيك المرارة ركت تاييم دوزة وعارفة شنو كين. ما غدت جاعدة شو عدة من لي في المنس وبدأت تخربك عليها. غدت تدور فيها. واصلا هذي لي في المنس ما غدتش يمشي عنده واحدة كبيرة في اللاج. لانتها هذيك دار بتران وفاتها. فاسه الكار كما تنقوله. فهم كيمشوا عند البنات اللي باقين ما عارفين والو. وقع حالوا يطمعهم شوية الفلوس والجمعية غدت وقف معك وتكرير لك وتدير لك وكذا وكذا وكيش تشجعوا بطريقة غير مباشرة كيش تشجعوا على الفساد ويكون عندنا ابناء الزينة. يعني فش كتدي جمعية نسائية. وكتبت تدير لك واحد اعلان. كتقول لك اي وحدة. ولدت من الزنقة فالجمعية ديانة غدت تكفل لها بالبابة والولادة ديالها والزرورة والتخربة بطريقة غير مباشرة. بطريقة مشيش غير مباشرة بطريقة مباشرة. في عوض ما يضيعوا هذك الفلوس اه بش يربيوا واحد اه مثلا ما عندوش الابديال يعني كما تنقوله العقيد. يمشيوا يديروا واحد المساجد. يمشيوا يديروا واحد الاشهارات اللي هي توعاوية. يمشيوا على الاقل على الاقل اقل ايمان الوخت هو مشي شي حاجة يفرقه غير اه ديبريزيرفاتيف. وسنكن نعتادر على هذة الكلمة. على فرق واقي ذكاري او لا واقي انثاوي او لا يفرقه كينديل منع الحمل. باش يحدو من هذة الطائرة هذه. وخاك هذلك هذلك تسجع تسجع الفساد. لكن هذا هو اخر حل ما باش قول لك لا غير ولدي من الزنقة احنا غدين نتكفلو به. ايه كتقول لك سيري سيري فشتي. كنتم نتمنى تكون الصورة واضحة لكم. سينو يعني اذا كان عندك شي تساؤل او لعندك انتقاد. فانا غدي نكون سايد انك تحطوه في التعليق. ونتناقش معك بواحد طريقة اللي كتكون اه دي الناس اللي بعقلهم. كيف كنت نقول ديما الشراك ديالك في القناة. غدي يكون واحد دفعة كبيرة واحد الشيء اللي زوان في هذا النهار هذا. او لو كنت تجم ابوني فلايك وصب وبرتاج الفيديو مع الاسدقاء ديالكم على الى ديالك. غدي يكون شي حاجة اعظم. وراء كل الصورة حكاية. تمتم سالمين. اشتركوا في القناة